عليها هذه بالتحديد لماذا لم يضم الاتحاد الأوروبي تركيا حتى اليوم الناخب مزاج الناخب يعني مزاج الناخب حين يكون مزاج الناخب مع الطرف اليميني يصعدون ضد تركيا حين يكون مزاج الناخب مع الأطراف الأخرى ويستطيعون أن يكتسحوا الصناديق عبر تركيا يستخدمون تركيا أو لأنها مسلمة أيضا كما نقل عن مسؤولين غربيين منهم فرنسيين قال لك أنه الاتحاد الأوروبي طابعه مسيحي لا يمكن أن نقبل تركيا حاليا نستطيع أن نلوم الآخرين لكن نحن حتى بجماعتنا نحن المسلمين يعني أكثر الدول التي تدعم إظهار المسلمين أنهم جميعا متطرفون من يمولها للأسف سأقول لك دول إسلامية دول إسلامية يعني تصنيفات الأخوان وتصنيفات هؤلاء نصرة وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا من يقوم بها هل الأمريكان هل الأوروبيين لا للأسف للأسف الدول العربية هي التي تمول هذه التصنيفات يعني هذه الأمور تستخدم من أجل المحافظة على الكرسي يعني الأنظمة العربية حتى تستخدم أطول فرصة ممكنة للمحافظة على كراسيها تستخدم هذه الملفات والدول الأوروبية تسوق يعني دعني أضرب لك مثلا مثلا بفرنسا والسويد وهذه الدول متى تحركوا ضد الجمعيات الخيرية حين تهددت الأنظمة العربية لماذا لم يتحركوا سابقا؟ لماذا لا يتحركون إلا عندما تتهدد الأنظمة العربية تخرج لدينا مصطلحات ناس متطرفين وراديكال وغيرهم حين لا يتهدد الأنظمة العربية لا نسمع هذه المصطلحات لذلك اللعبة الإعلامية هي لعبة الاتحاد الأوروبي العنصرية لعبة الاتحاد الأوروبي نحن في سوريا حين بدأت الحرب في مراحل أولى الجميع فتح أبوابه للسوريين فتح للاجئين السوريين حين اللاجئ السوري كان يدخل إلى أي منطقة كان الناس يأتون له بالأساس ويأتون بكل شيء اليوم بالقطارات اللي رايحة على بولندا يا أستاذ أحمد عم ينزلوا الأجانب عم ينزلوا العرب وعم ينزلوا السمر خلينا رجالنا